بعد تحذير سياسي من ذهاب العراق إلى المجهول بات العراق فعلا في المجهول وسقوط شهداء في الساحات وإثارة الفتنة وسفك الدم بيد عراقية بات أمرا مقلقا لكل الطبقة السياسية التي تتابع المشهد ولا تحرك ساكنة في الشهر الخامس يدخل العراقيون واغلبيتهم من طلبة المدارس في الوسط والجنوب في سباق مع الزمن وانتظار تحقيق المطالب التي ضاف لها مطلبا جديدا اليوم يتمثل بتدويل انتفاضة العراق التدويل الذي يثير قلق السلطات العراقية تراه منظمات دولية جزء كبير من الحل منظمة العفو الدولية تعترف بشكل واضح لحاجة الشباب العراقيين لحمايتهم من الخطف والاعتقال والطعن وهل مجر اتهام مباشر تضعه اصابع متابعة ايضا في وجه ايران وايران يخشاه البعض في ان تتدخل في حال حدث تدويل للانتفاضة فتصبح القضية مجرد اقتتال امريكي ايراني الامم المتحدة وعلى لسان ممثلتها جينين بلاسخارت تكشف عن وجود خريطة طريق للحل في العراق مؤكدة ان العراق ذاهب الى تدخل دولي حديث رئيس الوزراء المكلف مؤخرا عن ان ما يتعرض له المتظاهرون لا يمكنه من الاستمرار بالمهمة الموكلة اليه يقرأه الشارع الغاضب ولغتين الاولى انه اعتراف خطير من تفاقم الازمة وعدم السيطرة على وضع حل لها والثانية ان تدخل الدولي امر حتمي لتحقيق المطالب وفرض الامن والاستقرار